عدنا والعود أحمد نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حللنا أهلا ووطأنا سهلا نعود من جديد لنتمم ما بدأناه هذا الصباح وصباحكم سعيد وصباح سعيد للأحرار والحرائر الشرفاء والشاركات أما الخوانة الغدارة فليذهبوا إلى مزبلة التاريخ ولا يهمنا أمرهم تواجدنا منذ أزيد من سنتين ونصف يوميا بدون انقطاع عملنا كل ما بجهدنا من أجل إسماع صوتنا ومن أجل إظهار حقنا الشرع والمشروع في الترقي عرفنا بالمظلومية حتى أصبح القاصي والداني يعرفوا هذه المظلومية طرافعا عنها بجدارة واستحقاق وبأمانة وإخلاص ولم نخن الأمانة أبدا بقينا أوفياء للعهد منذ أزيد من سنتين ونصف الحمد لله واكبنا جميع المحطات حتى عندما جاء السيد شكيب بن موسى لم نركن إلى النوم العميق كما فعله هؤلاء الجردان الذين لا يعني يختبئون في جحورهم ولا يظهرون إلا حين ما ينادى إليهم من طرف أسيادهم لأجرأة أجندات أسيادهم الذين يستغلونهم وللأسف شديد لا يعرفون أنهم مستغلين يأسين يعني بحلاسة برقاقة كوانب بيعين العجلة حتى من كانوا خدامين إلى الآن إذن إحنا لا يهمون الأمر ديالهم ولكن كما قلتها سابقا أنهم كانوا دائما تقول لك حتى تتمير لنأتي لنقتفع لنجني الثمار فمن حدني أنا كين غدج نغخ لا عشد ماماكم وأعتذروا الإخوان الأحرار والحرائر أنتم اللي تتفرملوني باش من خرج مزيان خرج بزيان في هاد الكيادر هادو اللي باعوا الأمانة منذ الزمن الآن يالله جيين نهار 24 جاءوا مع الأسياد ديالهم تقبط لهم الورقة بقاوتهم يا تيزعار طب تقبط لهم الورقة نهار 24 ليجي وقالك ديشكلوه تنصيقية وهدوك اللي جيبينهم وباش يشكلو لهم تنصيقية وقعوا نهار 18 يناير 2022 وعارفين بأن الأمور كلها حسمت وكلها يعني تم البرمجة ديالها الزمنية والموضوعات الآن في 11 يناير كما قلت هدك هي المخرجات بدات البداية المدخلات كانت نهار 29 نوفمبر 2022 وواحد وعشرين وحنا كنا متواجدين يعني في الزمان والمكان منذ 15 أكتوبر وكنا حارسين حتى على إيصال المظلومية ديالنا والميلف ديالنا حتى تم إدراجه ضمن يعني الميلفات 27 هذا الكياذر للآن تيهدرون كلهم كانوا يعني لا يؤمنون إلا بمن تقاعد بالسلة من عشر كلهم تفهمهم أن فقط لم تقاعد بالسلة من عشر هو لضحية وهذا يؤكد بأن كما شرحت سابقا أن الميلف حل على أساس ضحايا الزنزانة العاشرة غلفوه بضحايا النظامين ومين عرفوا بأنهم رمش ضحايا النظامين لأنهم ضحايا النظامين فهم اللي تم يعني تضرروا من المرسوم أول الأخير الأخير مرسوم ديال جوز صفر جوز 854 نظام الأساسي ديال الفين وثلاثة هادو اللي اللي ولو ديرينهم ضحايا النظامين اللي تقاعدو من فين وطنع إلى آآ الفين وثمنتعش يعني ما كانوش ضحايا للنظام ديال الفين وثلاثة أبدا علاش لأنهم استافدوا من المادة 12 استافدوا من المادة 12 يعني اترقاوا بست سنوات فقط من التاسع إلى العاشرة وسرقوا المناصب المالية ديالنحن سرقون المناصب المالية ديالنحن إذن ماشي ما تضروش من النظام الأساسي ديال الفين وثلاثة في حين أنه أمام السكوت ديال الجامعة مني كان أبناء العاشرة تزعرطوا هذه الساعة وكان كل شي ضربها بالطم الآن اللي تخرجوا تقول لك خاص المعلومة تكون من حقي الشغيلة مني تخرج شي واحد تقول لك المعلومة خاصها تكون في حين أنه وقع أنه يعني خاص تكون سرية للجلسات حتى التوافق النهائي فهذا يؤكد بأنه عنده مشاكل شخصية مع هذك الأطراف ويريد أن يعني تكون هناك تداعيات بين الشغيلة من أجل إطارة البلبالة فقط مصالح داتية ديالهم مني تكون عنده المصلحة دياله تتقدر تضربها بالطم كما ضربوا وحدين أخرين البارح اللي كانوا التنائي والتولاتي الآن رأي كل شي ضرب الطم لألي مستافد تضرب الطم وهذه مصلحتهم هذي مفعلا رأي واحد تستطمر بش بش يوصل لها ذاك المناصيب بش يوصل لأي منصيب سواء سياسي أو نقابي فهو رأي يستطمر فيه واحد واحد المجهود نضاعي طويل ماديا معنويا من ذاك فمن حقه أنه من يصار رأي تقولوا قلب اللي يستطمر خاصه تهو استطمر خاصه يستطمر مني ما تيكونش تستافد رأي تكون تيزعرض حتى تيسكتورة تياخدك شي اللي بغارة تيدي إذن كان الأطراف اللي تتشوف رأسها أنها عندها شي مشاكل خاصة نحن ألا أبواب يعني آآ انتخابات دي الأوجارة دي المندوب الأوجارة دي المجيو آن آآ يعني التعدد العامة لتربية الوطنية إلى آخيره وهناك أشياء أخرى تدور في الكواليس يعني تيبدو تي يعني تيقوموا بالأشياء ديالهم اللي هي تختموا المصالح ديالي إذن إحنا كما قلنا أن هذك الميلف ما تحلش على أساس ضحايا الزنزانة آآ ما تحلش على أساس ضحايا النظامين وهما أصلا مش ضحايا النظامين ومن يجاو حلو على أساس ضحايا الزنزانة العاشرة وحلو على أساس الميلف كيفاش تحط نهار لولدك الشي باش هما جاوت للألفين وطنعاش ومقروق وقال لك الميلف بدأها من هنا عالفين وطنعاش لجنة القابعين في السلم العاشرة لجنة القابعين في السلم العاشرة في حين أن الضحايا الأصليين اللي على أساسهم يعني توضع تلمادة مية وطنعاش ومية وخمسطعش في النظام الأساسي باش تقوم بآآ جبر الضرر و إنصاف الفئة الجد متضررة اللي كنت دائما أؤكد عليها بأنها هي من توظفت الباكر وتعينت بالثامن من ثمانين تل ستة وثمانين ووراها قلت الأسباب والمسببات إذن نظام الأساسي الفين وثلاثة وضع السلم التاسع في ثورة القرارة إذن أي واحد يعني قيدة بالمادة مية وطنعاش باش يترقع استثنائيا بخمسطعش على ستة ست سنوات فقط استثنائيا بدلا من عشر سنوات الشرط النظامي اللي تقيد بها من أجل تسريع وطير الترقي من التاسع للعاشر وما ترقاش إلى العاشر فهذاك هو اللي كان ضاحية ويجب أنصافه يعني جميع ضحايا لتقاعدوا بالتاسع رغم أنهم قيدوا في جذوي الترقي منذ ألفين وثلاثة ألفين واربعة ألفين وخمسة إلى غاية ألفين وسبعة وكان ترقية استثنائية وترقية استثنائية وصدرت ونشرت اللوائح ديالترقية ديالهم بأكثر من ثلاث سنوات قبل إحالة من التقاعد وجمدت اللوائح رغم أنها نشرت في ألفين وسبعة من أجل ترقية جميع من قيد من المادة مية واثنائش ابتداء من ألفين وثلاثة في حدود أربع سنوات وكان من المفروض ألفين وسبعة يكون تاريخ مفعول مالي هذا اللوائح هذا الفئة ديال المتقاعدين اللي تقادوا من ألفين وثلاثة ألفين واربعة ألفين وخمسة إلى غاية ألفين وسبعة اللي تقيدوا بالمادة مية واثنائش وطبقوا فيهم الكوطة وتقاعدوا بالتاسع هدو هم اللي كانوا الأصل ديال المظلومية ديال ضحايا النظامين اللي تيسمون ضحايا الزنزانة التاسعة وضحايا المادة مية واثنائش وأيضا أصبحوا ضحايا المادة مية وخمسة عشر أما هدو اللي تقاعدوا من الفين واثنائش إلى الفين وخمسة عشر مرقياً كتر من ربعات المرات ولا ثلاثة في خرق سافرين لأن المعمول بأن الترقية لا تتعدى ترقيتين بالاختيار خلال المسار المهني هذو ترقين 3 مرات 4 مرات ومرقين بالمادة 112 ترقوه بـ 6 سنة وـ 9 إلى العاشر إذن علش تعطوهم المادة 115 وكاللي عنده غاء سنة أو سنتين في 2012 في السلم العاشر وكانوا دائما ينادون ويؤكدون بأن الترقية فقط من حق منطقة أدب السلم العاشر وشوفت قولي بهذا السكوت الجامعة لأن كان أبناء العاشرة يستقوي بابن عاشرته الذي كان يصول ويجول وعندما مشى ذهب إلى مزبلة التاريخ ومزبلة التاريخ تنتظر جميع الخوانة وجميع يعني الغضارة هنا كما قلت مني الآن المنقابات سلمة المذكرات اللي هي المخرج من المخرجات النهائية ديال هذك شي اللي غادي تنزل ديال ديال تجسيد أجراء ديالتفاق 13 يناير 2022 وكانت غادي النقابات في واحد سرية وغادي تقوم بإعداد مذكرة يعني موحدة بين جميع الأطراف ولكن للأسف الشديد كان هناك يعني تسريبات تمت تسريبات وكانت هناك تدعيات وبلبلة إلى آخره ما يعني دافع النقابات إلى يعني إصدار بلاغ إخباري يوم 27 مايو 2022 من أجل يعني تهديئة الأوضاع باش ما تكونش هناك واحد البلبلة وتكون هناك واحد الهدنة والآن فيها خلال هذا الأسبوع كما قلت في البداية دياله غادي النقابات هديك المذكرة الموحدة اللي غادي تكون هي النهائية نتضمن الملاحظة ديالها حول هديك المذكيرات اللي تسلمتها راح ضاعش وعول المشروع ديال النظام الأساسي الجديد قبل المصادقة النهائية إذن هادو خرجوا تاني إشاءات وهدو رام نيمتا وهما تيبرمجوا غادي نجو نهار 29 ننشو المسيرة غا نجو نهار اثنين هنايا نجمعوه في الرباط في نقاب المعلومة ونديرو داك وهما يعني سربو لهم أشياء نحن نعلمو ماذاها وما عنديش الوقت تصبح ولكن ما زال غادي نقول أشياء كما هي ليه بدينة نبان الآن غالبارح تشكلوا المتنصيقيو تقولوا الميلف ما كينش غالبارح الآن من يستربو اليوم أن نرى كيل الميلوفو وكيل مسائل اللي محن ما بغيناش نطرقوليها بتبصيل يلا خرجوا جيبين زمع كير غايديروا الجمع عام يلا بغي نيديروا الجمعان حنا في قل قلت لكم اللي ما كانش في أكتوبر وما كانش قبل المحطة ديالة تسعود وعشرين نوفمبر آفين وواحد وعشرين هذا كراه مكان لي يستحيل يكون الميلف دياله الآن نهائيا لأن الميلفات اللي تم البرمجات دياله سبعة وعشرين لحصن الحظ أننا كنا متواجدين في الزمان والمكان وكل شيء هاد شيء عدنا ما يفيد عدنا كل شيء بالوطائق بالرسي بي سي ديالها بالمسائل وطاقتبوتية بالأدلة الدامغة وعدنا احناش لهذا المظلومية ديالنا محفظين دليل المحافظة التيتر لي تقول شو واحد حط شي حاجة ويجبد التيتر دياله يجبد لي ضوك دياله ما عندهم التحاجة ومحطين لهم نقابل التحاجة وكل شيء ضحية تعرفوا هاد شيء وتعرفوا بأنهم محطين التحاجة وبأن اللي صار على هاللميلف حتى أوجده ولا حقيقة هو نحن ومعنا بعض المخلصين بعض الأحرار والحرائر اللي ما باعوش ديمان ديالهم إلى يومنا هادا اللي بقاوا في الرجولة ديالهم أما انتاوي ديمان تيبقاوا غانتاوي نتواق بزوزان تواق قين اللي غانتوا بزوزان تواق وأستسمح جورو تير ذاك ربع الخطرة تدخور الجهاج ولكن رمع عارقين شتو ما لهم الكحل اللي تيجا هالكيادر قجاوج عيشورة عامين هما قلسين شهر خمسا عيطول يوم سيادهم كالتعدهم انتخابات ديال اللي جنتون اياه جاو وقفوا معاهم ما بقوا جاو تل الهار 24 مني هاداك عندو شي شي همك حل بشا قلهم جمعوا لي يا داك وجو ديروا التبطيق وندير لكم تنصيقية ديال غير المستكملين ضحايا الضحايا وما إلى ذلك تقبط لي من الورقة جاو تاني هاد اليامات قال لهم جو تاني باش راكينا كينا ما كينا وحنا را عرفنا خارج المسائل كيف جيرا وقال لهم جو تاني ديروا لكم وحداك باش تبقا يعني تجو في الاوضاع الى اخيره قبل الصياغة النهائية ديال الاجراء ديال اتفاق 18 يناير 2022 وكل حاجة تزفتت تحط جيتوا نهار 2 اليوم والاغدة متزامنين بغينجو متزامنين معاش مع يعني التسليم ديال المذكرة الجوابية الموحدة ديال النقابات يعني غاء لله في الله عندكم شوافة التومة كيما تنقولو في مقال سيبن كيران ها هوك جيتوا باش لانكم كين اللي تيسرب لكم وفعلا غدا غدا تكونوا اليوم را تقبنا لكم ورقة اذك را طاحت عليه الكرش ونهار الحد تقبنا لكم ورقة ما جيتوش اليوم ما جيتوش تقبنا لكم ورقة وطاحت عليه الكرش وغدا غنطيحوا عليكم تاني الكرش قلت لكم انا غا نكون صمام الامان انا را قجاوج عيشورة غام يهموا وانا را ما يقدرو يهموا وانا را نوقف ايه امام طوفان نوقف قدامه غادي نحير في كنتم يا قجاوج عيشورة لا هاد الميلة في اللي جاء عشرة الاف اميتين فين عمر كنتم ما كنتم تتهضروا على ضحايا الزنزانة التاسعة يا الكيابر لو لا الرجولة الرجولة حتى اصبح الزنزانة التاسعة هي اللولة الدوز انهم ضحايا الزنزانة التاسعة المقيادين بالمادة مية واثناش هادوك مراقيين لانا قبل ما الواحد يقول لي تصدق تصدق في الترقيات لان هادو اللي دوزوهم كانوا ما مستوفيش ما عندهم مش الحق ولات الادارة تصدق عليهم الترقيات وبقوا فيها وطعتهم يوم قبل اذا را خصق قبل ما تبدأ تصدقي شو واحد يصدق احنا را اللوائح ديها اللي نحن را مراقيين والمناصب المالية ديها لتنا تحدد كتر من ثلاثة سنين وجاوا سرقوا يوم انها هاد الازلام اللي انتم بقوا فيكم وعطيتهم يوم قبل هو ما مستوفيش اذا قبل ما ترقي اي واحد ما مستوفيش بقى فيك بينكوبينو شغلك هادا ولكن خصك تترقي المتقاعدين اللي مراقيين اصلا وطبقتوا فيهم الكوطة وتقاعدوا بالتاسع هادو را تحيد منهم الكوطة خصت تحيد منهم الكوطة لانهم متقاعدين لوائح رديزين واشكر جزير الشكر الكاتب الوطني الوحيد اللي كان مخلص ويقارع الحجة بالحجة ومينيشاف الوطاء اقرام منذ ازيد من سنتين ديال الزنزانة التاسعة اخذها بمحمل الجد وهو اللي ترافع على الملك ديال ضحايا النظامين وفي مقدمة ضحايا الزنزانة التاسعة ضحايا المادة ميو 12 ضحايا الشرط 15 لستا اللي بقيت النادي به حتى انه سيتم ادراجه في النظام الاساسي الجديد من اجل وضع السلم العاشر في طور الانقراض وتسريع وطيرة الترقي من السلم العاشر للسلم الحادي عشر لأول مرة يعتمد في الابتداء قبل انه كان من قبل يعتمد فقط 15 لستة من اجل ترقية اصحاب الاعداد من العاشر الى الحادي عشر السلم التاسع في صلب في صلب المعالجة الفورية يالك ياضر الناس اللي اتنين واربعين سنة وتقاعدوا بالسلم التاسع الناس اللي باقين مزاولين 35 سنة وما تقاعد 31 ثمانية 2019 وتقاعد بالسلم التاسع وعندوا ثمانية وتعود سنين واربعا وتمانية شهر في السلم التاسع وتقاعد بالتاسع في حين تجيبوا اللي عنده ستت سنين فقط في السلم التاسع ما يكمل تسرط النظامي ويطور ربعات السنين ويضرقوا الى السلم العاشر فين كنتوا يا الكياضر وفين كنتوا يا العامين يا الله يا بنتك ولكن لا يهمون باينة وخطرا نحو تتعيهم الغير مستكملين غادي غايمشوا انتظروا وحنا لا نقول شيئا اخر وهذاك شي اللي اللي تسرب لكم بان المسودة قبل ما يكون مصادقة نهائية ويبدو في الصياغة ديال المشاريع المراسيم وديال النظام الاساسي الجديد فما غا تصوروا التذبتها فاذيك النقابة اللي تتقول لكم انا غادي نجيب لكم الربحق وكونوا كانت تجيب الربحق وراحطت لكم الميلة عامين هذي تقول نقابة ما حطت هذك الميلة نقابة واحدة اللي اللي اعطيناها الميلة من بعد ونقابة واحدة اللي اخذات مني انا عن الميلة ديال الزنزانة التاسعة لان الميلة ناجح هذك لان هذو لوائح ديال مترقون قبل احالتهم على التقاعد مراقيين من تقولوا مراقيين على المناصب مالياخداء خرجت ديالتنا اكتر من ثلاث سنوات ودوها الازلين الدوها الازلين اللي وقفوا معاهم الكوانب اللي مشاوا تاهم ادوزوا ايامهم ومشاوا المزبلة التاريخ كما ستذهبون انتم هذلك عدار مهار لك النذيرين وقفوا جاي في باقي عاقل في يلا اركبت معا ثمانية ديال الشقوري ثمانية ديال دياللي فيولاد زيان وتنسمع يعني في الجروب بارك عليه واحد اسمو جعفر وكان خدامين معاه وبقى في يه هذك هذك داخله غير بيه قال الله قال رسول وهذك تزمط فيه تايعطيه تايعطيه والرجولة وشتوان هذك وقف معانا الوقفاء وكان يعني انسان يعني مناضل وهذك جاي داخله هم بذك اسلوب الطاقية وهذك شي ديال قال الله قال رسول الى اخيره يتبت في ابن ادم ولكن تال من بعد اللي عرفته عليه وكان هذك اخر مرة مسكن تيمشي في حالاته والرجول هذك سيد من مرقش وشميت هما اللي تيبقى والشميت اللي تيبقى والرجال مسكن تيمشي وتيحاربون وتيمشي ولكن انا ماشي من ديك النوع اللي تيستسلم وماشي من النوع اللي تينبطح وماشي من النوع اللي تيرجع الى الخلف غانو قافكه قدامكم وغادينمشون تقبليكم الورقة والليمشي تلقيتو في طريقي اللي لقييتو ما غادي конфرانيش عليه ما غادي конфرانيش عليه وي هذك هذك اللي باقي يطيط عيد اللي باقي يطيط راحت ماشيتش الكعكة ديالو خلالاتين τιنمية ديال الدم فقط وكل شيء هذو اللي تيطرطعو الان راكو الواحد عندو المصلحة دياله كي تيحقق المصلحة دياله بتيجمد وتيقول لي البد يحمد البد يحمد اذا من هنا قبل ما نودعوكم فاي كنم غد يكون غدا مع هال الكنانم لان الامور حسيمت فان هال الكنانم اللي جيين باغين يكلوا شو بفامنا ما داروا تزفتا يلا جي قل لك البرلماني الفلاني غايدووزلينا الميلة هالله نجمعون شو غايدووزلينا الميلة الناقب الفلاني غايدووزلينا الميلة وهو دوز هراسو ودوز هتا هراسو ورقال استيطرنح ها حينت ما عندوش ما استفشو ما دخلوش الكعكا ما دخلوش الولي ما يعرقها هاذا الشرعة تشوف تقلش تتأجج داك شي وغلش تيدير ولكن ماشي هدا هو الهدف دينا ومن بعد غدا نهضره على هال الامور كيفاش دارت كيفاش تضع الى اخرية والفئات اللي فعلا لان المشكل اللي غادي تكون اللي باقة تتيره ذاك لكل شي دار بالعدمسا وهو الادماج دي الاسيات المتعاقضي هدا هو بيت القاسين يا الله من بعد ونهضره اما المذكرة اللي غدفة اليوم انتم غدتها الغداء هي غدفة خلال بداية دي بين تلين تلاتة ولا اربعة وبغيتوا جزء ما قلت لكم جون اربنوا هاكي مكان دار هدك هدك رئيس اللجنة هتدخلو ذاك ربعية ليه ثم غددخلو غنملة غددخلو اللي كون باغي يدخلكم كون راه يدخل قامت قبل ورقة المية واربعة وخمسين مية واربعة وخمسين تقبط ليهم الورقة اما انتم باغيين تبقوا تقول بو في في الضحايا الضحايا رامعنا وعارفنا وهي بجامع الشرفاء الاحرار والحرائر اللتي عارفونا من الضحايا ما يجيش غدا الجمع اللي غد يكون وانا لسعفتني الظروف غد نكون تميض ان شاء الله ولما كتش يعني ما سعفتنيش الظروف باش نمشي فدائما بعيد قريب قريب إليك اقرب من حبر الوريد ديلك ولا عزاء لخائن ومن نصه سوى صبر ساعة وتحية فقط للأحرار والحرائر الشرفاء والشريفات فقط لغير اما الجبناء الغدارة جاوج عشرة فليذهبوا الى مز بالة التاريخ ولا يهمنا امرهم الجبناء بامتياز ومن يتبناكم فهو اجبن منكم ترجمة نانسي قنقر